خدت لقب أميرة بعد كتب الكتاب وبها اسمها صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة ثروتها بالملايين وأبوها من أغنى أغنياء السعودية أممتها قريبة الأمير محمد بن سلمان عندها 29 سنة وبتشتغل مهندسة وأكبر من جزهب شهرين وملهج في السوشيال ميديا قصة الأميرة رجوة ملكة الأردن القادمة في أبريل 94 اتولدت في الرياض وولدها المليونير السعودي خالد ألسيف أما والدتها عز السديري في قريبة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين من ناحية والدته السيدة حصة ورجوة عندها ثلاث إخوات فيصل ونايف ودانا وهي أخر العنقود اتعلمت في السعودية لحد السنوية وبعدين سفرت أمريكا وخدت باكلوريوس من كلية الهندسة المعمرية في نيويورك ثم شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة وبتتكلم انجليزي وفرنسيوي مع العربي وأكتر حاجة بتحبها ركوب الخيل والرسم وكمان عبقرية في التصميمات الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات الحديثة وبعد التخرج رفضت تشتغل في شركات والدها رغم أنه عنده أكبر شركة مقاولات في السعودية وهي مجموعة السيف وقررت تتدرب برا وهنا القدر جمعها مع الأمير الحسين لما راحت عشان تاخد خبرة في شركة متخصصة في التصميم الداخلي والديكور في الأردن وزي ما بنقول الحظ كان مستنيها الأمير الحسين كان ليه واحدة صديقته قوي من أيام المدرسة وبالصدفة البنت دي كانت صاحبة رجوة ولما جات الأردن اتقابله وفي مرة من المرات الأمير الحسين كان بيقابل زميلة الدراسة فشاف رجوة معها وفي نهاية القعدة خدوا تريفونات بعض وفات مدة والحسين افتكرها بدون أي مقدمات وقرر يتصل يسأل عليها واتقابله تاني وكان معهم الصديقة المشتركة والاتنين كانوا متفاهمين جدا وقربوا من بعض بسرعة وهنا كانت الخطوة التانية لما الملكة رانيا شافت رجوة في عشاء عائلي وعجبتها جدا وده بسبب زكاءها وجمالها وثقفتها العالية والحقيقة هي شبهها كمان وده كان عامل مساعد في الجوازة بعدها حصلت الخطوبة والملك عبد الله والملكة رانيا راحوا السعودية وطالبوا إيد رجوة من ولدها ووافق والحسين قدم لها خاتم خطوبة شيء جدا معمول مخصوص عشانها وقمته حوالي مئة ألف يورو وعملوا صائغ مشهور على شكل حبة الكمثرة ومن الألماظ والدهب الأبيض وزي عادتها الملكة رانيا كانت ست شيك وقدمت لها جزء من مجوهراتها المصنوعة من الدهب الوردي وهي اللي عدلت تسريحتها بنفسها وبتتعامل معاها زي بنتها إيمان وسلم ومن قبل الخطوبة بشوية رجوة استقارت في السعودية وبتدت شغل في شركة والدها وقبل الجواز ثابت الشغل عشان تستعد إنها تبقى واحدة من الأسرة الحكمة في الأردن لكن لسه ما حددوش دورها حيبقي أهلا حاجة فيها إنها شبه الملكة رانيا وعشان كده كتير من الأردنيين حبوها بسرعة بسبب حبهم لملكتهم كمن سلمة وإيمان إخوات الحسين بيحبوها جدا وهم اللي كانوا مسكين فستانها في الفرح كل الأمنيات بحياة سعيدة لملك وملكة الأردن القادمين ترجمة نانسي قنقر